هبدأ بكلمة الجامعة المصرية اليابانية لعلوم والتكنولوجيا ايه هي التخصصات اللي موجودة في الجامعة يخليها مختلفة ونموذج التعليم الياباني مختلف عن ايه يعني مختلف عن مثلا الامريكي او البريطاني في ايه تمام تمام طيب اولا يعني احب بس يعني اقول الجامعة بدأت ازاي لان ده له علاقة بسؤال حضرتك ايه الجامعة بدأت يعني وده طبعا الفضل والفكرة كانت معالي السفيرة فايزة بنجا اللي هي حاليا رئيسة مجلس الامناء وقت ما كانت وزيرة التعاون الدولي حضرتك الجامعة بدأت عشان تكون مركز تميز في البحث العلمي وفي التعليم وفي دعم الصناعة في مصر وافريقيا والشرق الاوسط وعشان كده الجامعة بدأت دراسات عليا فقط من 2010 ل2017 شراكة كاملة بين مصر واليابان برضو ده رد على حضرتك شراكة كاملة اللي بيحكم الجامعة قانون خاص بيها مش قانون 49 عشرين فرد مجلس امنا عشر مصريين وعشر يابانيين برئاسة معالي السفيرة فايزة بنجا وعضوية نائبة رئيس الجايكا وسفير الياباني ورئيس تويوتا تسوشو مثلا يعني وطبعا قامات اخرى مصرية وحتى ادارة الجامعة اعلان رئيس الجامعة بيعلن في مصر واليابان ولو تم اختيار رئيس مصري بيبقى فيه نائب واحد مصري واثنين نواب يابانيين كما هو الوضع الحالي حضرتك نشأة الجامعة اللي انا قلتها دي خلت حسب الشراكة اللي بين مصر واليابان طبعا مصر عليها مسؤوليات واليابان عليها مسؤوليات حكومة اليابان كانت من خلال الجايكا مسؤولة تجاهز الجامعة بمراكز تميز ومعامل ملهاش مثيل في الشرق الاوسط تحت سقف واحد وبدو حضرتك النجد الشرق الاوسط كله هذا الكام من مراكز التميز والمعامل المتميزة ما يكتمعوش تحت سقف واحد في جامعة واحدة في الشرق الاوسط قد يوجد بعضهم في بعض الجامعات بالضبط كده حضرتك واختيار أعضاءها التدريس نتيجة للنشأة اللي أنا بقولها لحضرتك تم اختيار أفضل علماء في مصر مش المدرسين وانا عايز اقول هنا ان الطالب وهو بيدرس مش مسألة مقرر مسألة مين اللي بيعلمه وبيستفيد من خبراته ازاي ومن خبراته الصناعية كمان